تتواصل في مستشفى الصداقة الشدية الصينية حملات التوعية لجميع النسوة لا يمثلن مختلف الجمعيات النسوية وغيرهن هول إجراء الكشفات المبكرة للسدي وأنقه الرهم والتي من شأنها زيادة فرص الإصابة بمرض السرطان والعلاج المبكر غير أن ذلك الإجراء يتعين اتخاذه في المراحل المبكرة قبل ظهور الأعراض وعلامات السرطان منصقة البرنامج الوطني لمكافهة السرطان دكتور فاطمة أحمد أبد الرحمن حقار قالت إنه من المهم أن تتعرف النساء وأن يكون وعيات بمسببات وعراض سرطان الثدي وعنق الرهم حتى يتمكن من المبادرة السريعة للحصول على العلاج إنه من المهم أن تتعرف النساء وأنه يتعلق النساء وأنه يتمكن من المبادرة السرطان تجدر الإشارة إلى أن هذه الحمالات التوعبية والكشفات المبكرة حول سرطان الثدي وأنق الرهم تستمر حتى الثادث عشر من شهر نوفمبر القادم